مئات الشهداء والجرحى والمخطوفين استنفار على مدار الساعة دخول إلى أخطر الأماكن رغم اليقين بأن الشهادة هي النتيجة الحتمية هكذا كان عمال سوريا خلال سنوات الحرب جيشا شجاعا التزموا العمل في أصعب الظروف وبقوا في الشوارع عندما اختبأ الجميع وأثبتوا أنهم أبناء الوطن المخلصين وفي عيد العمال نضيء على عمال قطاع الكهرباء تفاني عمال الكهرباء على امتداد مساحة الوطن في إصلاح ومتابعة ما تعرض له قطاع الكهرباء من تخريب ممنهج أدى إلى تدمير كبير في الشبكات والخطوط والمحطات كانوا يقومون بإصلاح أصعب الأعطال من دون الاستعانة بالخبرات الأجنبية وقاموا بإصلاح الخطوط والمحطات والشبكات بظروف صعبة أمنية وكانوا رديفا أول رجال الجيش العربي السوري وما زالوا حتى الآن على استعداد كامل لأي طارئ رغم الظروف الصحية التي يمر بها العالم أجمع لأنهم بقيوا خط الدفاع المتيقز لتأدية واجبهم على أكمل وجه واليوم لا يسعنا إلا أن نقول لهم كل عام وأنتم بخير يا صناع الحياة